قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائبي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله عصر اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت نقلة تحيات وتقدير وشكر سموه حفظه الله وشكر الشعب الكويتي لأخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة على المشاركة الفعالة لمملكة البحرين في احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الأخوية التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشغيقين